النهاردة هجرب شيفسي فوكس بشكله الجديد بتعمه الجديد. طعم اللمون الحلو. تعالوا نشوف طعمه حلو ومزبوط ولا ايه? عام حاجة تسسوش تعانوه اشتراك في القناة ولايك عشان تشوفوا تجربة واكل حكاية مع اسلام فتحك هتعجبكم جدا. رحت حكاية حكاية بجد اول ما افتح في الكيس ده هتطلع حكاية. شكله هتطلع منتج مصري حكاية. شايفين شكله حلو جدا ازاي? بجد شيفسي فوكس بالزمون الحلو. طعمه رائح جدا وحلو. بجد لو وجربتوك هتحجوه جدا جدا. بجد اول لما هتفتحوا الكيس اصلا هتبقوا ريحة حكاية. وبجد زي ما انتم شايفين كهة الشيبسية اصلا شكلها حكاية ازاي? تفتح النفس بجد. سمعين صوت القرمشة الجميلة جدا دي? بجد شيفسي مصري اصلي. بجد يستحق كل الدعم والتقدير من شركة فوكس. لانها عاملة بجد طعم جديد وبطعم خطير. اهم حاجة بتنسوش تعمله اللايكات الكتير. كل الشيبسي كالي زي ما انتم شايفين شكله عامل ازاي? مفيش ولا شيبسية سودة زي ما انتم شايفين ازاي? طبعا كلنا عارفين ان الشيبسي لو محروق خلص. مجد جميل وخطير خطير جربوه هيجيبكم جدا. بقالي كتير جدا مكلة الشيبسي بتاع الخل والملح. اقولت اجرب المنتج المصري الخطير الجميلة. ونشوف تعم الخل والملح في شركة فوكس المصرية مية في المية. تعم حكاية ولا لا? بقالي جانبه بجد ان للم優س علي الجميلة. اهلا شبسة محروق ولا شبسة مزود. بجد من الوصول pointing الكتير من الشركة فوكس. تعالوا نشوف الطعم خطير و دلق لا نعرف ماذا؟ بجد الطعم حكاية و جميل بجد الشيبسي فوكس بالخلل و الملح حكاية بجد لازم تجربوه شاهدون كل الشيبسي بجد؟ بجد حكاية حكاية من شركة فوكس انهم يثبتوا الشيبسي كله بالشكل الشيبسي فوكس باللمون الحلو و الشيبسي فوكس بالخلل و الملح حكاية بجد لازم تجربوه بجد حيجبوكم جدا جدا لا تنسوش تعملوا رايك و اشتركوا في القناة عشان تشوفوا تجربة حكاية و اكل حكاية مع عسام فتحة شكرا